موسيقى المحاضر الدركة توقيت بأنه كانوا تمكي أربعة ديالة وستدية الدرير الصغار موسيقى أصلا قيناك نقول لي باش ميكونش الضلم وتضليل الله يجزيك بخير الكاميرات ديالك موسيقى هذه الشيكاية اللي جاء وجمعية 24 واحد الحمد لله كانوا الدركين موسيقى واحدة من بنات داكسيد سبات المحامي ديالنا حيث باش تسبب محامي وسط تقديم راح تكون عندك شياقين بأنك وما ناس عندكم نوفود كبار أنا كنقول بأنك انت ولي معاك شريته شواهي الطبية مزورة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يقول لهم أنه لا أريد أن نتجل من نتيجه بسكرة لم يكن أعرفه مرهة معتلة وليدة صغار وعامين بنيتة عندها 7 سنين و بنيتة أخرى عنده 11 عام وخطاء وليدة صغار و واحدة عن 8 سنين و اخرى عنده 11 عام و السيد و مرته و موليد عنده شهرين و أول خرجة ديه لما نقول هذا شيء على التعاطف و ينطلع معطيات الحقيقية التي كانت تمك لديك السيدة في خرجة ديها أصلا تقول لهم أن تتمعون بنيتة وحدة سنكون مrationsسي يمتون أن تضيحهم تتمعون أنه تبير أربعة عامة على جميلة كانوا يملكون ملكين كانوا يملكون ملكين و كانوا يملكون ملكين و كانوا يملكون ملكين من الملكين كانت تضيع الرئيس وكانت التجاوبي مع سيدنا و الكلمات التي لم نعود فيها لن يدعي لك شيء انا نقول لك بلا يظلم و تضليل الله يجعلك بخير كاميراتك والسيد يجاوبيني أن الكاميرات مانت دائما و تحرق به لأن كنت أخبرت هذه سيارة 3 شهر و أصدقه و أصدقه اليوم هذه الشكاية جمعية 24 واحدة الحمد لله كانوا الدركين كانوا الدركين معينة واللغة بوغة والفراقية سوف يكونوا قيدوا في المحاضر لكي نجاوبي الشكاية الثانية هي شكاية تشهير احترام احترام النيابة العامة شرحت علاش بان هذه الشكاية تشهير لديها مصطرة اخرى لكي تكون مصطرة لديها شكاية مباشرة لكالدار وكالدار تبليغ الوحيد المشتكي به على الدعون القضائي ونجوا نجاوبه نحن لم نهربوش من العدالة ومني الواقع البارح الذي يقع الواقع الذي نظن بانه كتبين شوية على المستوى ذلك الناس بان واحدة من بنات سبات المحامي سباته سباته المحامي ذلك ودار بها شكاية وقالوا يطلبوا فيه الناس لكي تنزل لها ويستطيعون تكذبوا عليه لكي تكونوا واقعا لكي تكونوا لديه شجاعة لكي تسب محامي في تقديم ويستطيعون أن يريدوا المحامي وإن أدام وطلبوا الناس وسمحوا لها لكي نعرفوا بأننا نعرفوا لكي تسب محامي وصف تقديم ستكون لديك شياقين بأنه لديك نفود كبار لا نفكر فيها من الطريقة كيف تربيت وكيف تكون نظروا لديها قدامة وفيها قدامة وكي تكون وكي تسب محامي لكي ننجد لها لكي نعرفوا كيف ننجد المسائيل وكيف قرأت لكي ننجد لكي نتجاوب لكي نحن لدينا وكذلك نحن نأكده و نقوله الرأي العام من الناس اللي عنفوا العائلة ديالي واحد السيدة خدامت مكفل الميناج هم كانوا وجوج واحدة رخدوا الأقوال ديالها واحدة إلى يومنا هذا هذا السيد كيرفد باش يعطي الهوية ديالها للدرك والبارح تهرب باش يعطي الهوية الكاملة ديالها النيابة العامة قولا بأن هؤلاء السيدات يعملون معها و ليس لديهم علومة نحن نعلم على محال تجاري في شركة يعطي الماكل للناس عندما عندك لا نعرف يا رب محال لا يأخذ الكارت نسيونال الآن الناس يعملون في الديور عندما يأتي السيدة في الدار أول شيء تقولها الكارت نسيونال نحن نكونوا منطقيين نحن نرى هنا اليوم مرفحة الدولة يلحق القانون و من هذا المنبر كان ناشد أي شخص معلومات على ذلك السيدة يقدمه للدرك الملكي لكي يتم الاستماع و تقديمها معنا لم يمكن واحدة كانت تعنف و ضربت السيدة و خرجتها الدم من فمها و نزلتها للأرض على حسب الأقوال التي قالت لي الزوجة ديالي والأخت ديالي كانت تقديمها لكي أردت أحد الأقوال التي قالت لي قولت له و ليس بوحدة كانت تلك العناصر الدارك من خرجت أحدهم من تلك المناج لكي توجه للجندرموري سويله على الثاني والجواب للدرك الملكي كانت تسالي السربيس مع الربحة و أنا نظن بأن الضركيين و لا تم استدعاءهم سيعودوا يأكدوا الكلام لكي تتعرفها و تسالي السربيس لكي تسالي السربيس الأسلوب لكي تسالي السربيس مع الربحة لذلك أنت اليوم تستر على مجريمة حيث مجريمة كيف من أنت في التقديم كانت عندك كانت عندك هذا الجراء لكي قلت لي أنا عصابة علما بأن هذه الكلمة كبيرة و هذه الكلمة تجرح الناس لكي تسالي لكي تسالي مع زوجته و مع عائلة محترمة و تلقبنا بعصابة أنا أريد أن أقول الرأي العام بأن العصابة الوحيدة هي هذه العصابة تستطيع تحرير أن تسالي و تحرير أن تكون لكي تتمكن منطقيين أن تحتاج بإحسار الناس و تضع الضرب أو لا تستطيع أن ندخل لا تأتي primero قد الناس لن نعرف كان هذا لا يشترنت فهذا ما يوضح بالأخلاقيات لا يشترنت الأخلاقيات حيث كانت التعامل بالمال وكعميه الله ما هي التي تتعامل بالفلوس؟ حيث حياتك كاملة تتعامل بالفلوس حيث نشرح لكم ما هي هذا السيدة سوف تسمحوا لي سوف نحضرها في هذا الموقع يتحدث عن برطاجة تدليل الرأي العام حيث كانت فئة لأنه ليس صحفيين وصحفيين وصحفيين كانت فئة لتدليل الرأي العام لأنه يكون مشكلة يأخذونه وعلم بأن اليوم كانت طلب من قاعد الناس الذين يرون ذلك لم أعطوني حق الرد والأخرين الذين لم أعطوني حق الرد لم أعطوني حق الرد ورأيتهم الفيديوهات التعنيف حيث لهم حق الرد حيث عني كما تظن كما تظن يمكن أن يتقبل شيئا من الناس هذا ما يعطي الله علما بأن الأسئلة التي لا تريد أن تدخل إلى الدماغ هل هناك صحفي مهاني أو مراسل لتصنع الخرافة لا تطرح السؤالات والأسئلة حق الرد أنا أقول لك أن تعديتوا على ثلاث المهمات والأسئلة والأسئلة وفيما تدخل لا تطرح أنا أقول لك أنت وما معك شرية شواهي الطبية مزورة وما يبدو أن شواهي الطبية مزورة أنا أقول لأكده بأن كنت تزودوا العمل السربائي 21 يوم ومصورين الناس ثلاثة ياماً من بعد بقي خدام أنت خدام أنت الغدلية استقبلتي لجنة فيها قايد فيها السلطة وفيها ليجيان وفيها كل شيء وكتوريتهم كل شيء وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة